التعليم المفتوح الحلم الذي حقق لكثير من الناس الذين فاتهم قطار التعليم العالي لأسباب عدة حلما استفاد منه كثيرون في تطوير ذاتهم وحاصلتهم العلمية وأيضا مكانتهم الاجتماعية والوظيفية التعليم المفتوح الذي مر عليه سنوات ما زال يحتفظ ببعض الأخطاء التي تؤثر على طلابه إضافة إلى أن التعليم المفتوح يعاني مشكلة النظر المجتمعي السلبية لخرجيه والتي ترجع إلى حصول الطالب على مجموع منخفض لا يؤهله دخول الجامعات الحكومية يقول الطلاب حتى الكادر التدريسي لديه هذه النظرة التي أدت للعديد من المشكلات التي يعانيها الطلاب ولعرض تساؤلات طلاب التعليم المفتوح كانت ضيفة حلقة برنامج شؤون طلاب لهذا اليوم الأستاذة الدكتورة رغداء عيسى نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح مساء الخير دكتورة شرفتي مساء النور أهلا وسهلا دكتورة بداية إلى متى ستبقى أهلية طالب التعليم المفتوح في نظرة المجتمع أقل من أهلية طالب التعليم النظامي والتعليم الموازي طبعا في البداية بدي نوح أنه هذه النظرة ربما كانت منذ زمن عندما تم افتتاح كل جامعة الخاصة ربما وكان يعني برامج نظام التعليم المفتوح تم افتتاح عدة برامج بدءا من العام 2001 لحتى غاية عام 2010 والتي كانت مكرمة من سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد لكي يستطيع الكثيرون من الأعزاء الطلبة الانتماء إلى مظلة جامعة دمشق وتحقيق حلم كبير لكي يستطيعوا أن يكونوا من خرجين جامعة دمشق وقريبين جدا من التعليم النظامي هناك هذه النظرة التي يتحدثون بعضهم عنها أن ينعت التعليم المفتوح بأنه أقل قيمة من التعليم النظامي لا صحة لها أبدا ربما أحيانا كثير من الأمور المجتمعية نعاني فيها في بعض المجتمعات ومنها مجتمعنا العربي السوري بأنه لدينا أولا أسس لنظام هذه البرامج التي فتتحت وكما تحدثت وهي مكرمة من سيادة الرئيس لنيل الطلاب الاستحقاق الذي يمكن أن يسدد ثغرات وجدت لديهم عند تحصيلهم شهادة ثانوية التي قد تكون بقسميها الأدبي والعلمي قد تكون هي المسار طويل للدراسة و لاكتساب مهنة و لاكتساب تحقيق طموح فجاء التعليم المفتوح مرادف للتعليم النظامي كان ربما يطلب عدد أقل بدرجات العلامات لمن يستطيع أن ينال هذه الاستحقاق هنا الاستحقاق الدخول إلى برامج تعليم المفتوح وهي متنوعة و ستحدث عنها لكن الآن أريد أن أنوه نحن اليوم في عام 2024 المفاضلة وتستطيعون أن تتحدثون نحن في بيئة اجتماعية لا أريد أن نسمع الترهات التي تطلق من بعض العام الجهلة بأن التعليم المفتوح هو فقط للناس البؤساء الناس الذين لا يستطيعون أن ينالوا الدخول أو الاستحقاق في الدخول إلى التعليم النظامي أبدا نحن المفاضلة التي نقوم بها كل عام لقبول طلبتنا طلبة تعليم المفتوح في كل البرامج لو عدتوا إلى هذه المفاضلة لو وجدتم أن الدرجات التي نقبل بها بمفاضلتنا بضمن المعايير المؤسسية والتعليمية ستجدون أنهم ينافسون التعليم النظامي بعلاماتهم فأصبح الآن الخريج لذلك إذا كنا سنحتسب أن هذا الخريج فقط من يحدد جدته وأهليته للتعليم وقدرته واستحقاقه لنيل إجازة في مجموعة برامج أي برنامج سيختار سنقول أنه أحق حتى من التعليم النظامي وهذا الموضوع نحن نتابع خريجينا حيث في نظام التعليم المفتوح وهناك مبادرات سمعتم بها أو يمكن أن أدلوا الآن بها أن هناك العديد من طلبة نظام التعليم المفتوح وخاصة مثلا في الإعلام أتت مبادرة من العام الفائت العام الماضي وهذا العام كان المتفوقون في جامعة دمشق هم من خريجي نظام التعليم المفتوح في كلية الإعلام ونال عشر أو إذا عشر طالب من السنة الماضية وهذا العام المبادرة التي قامت بها بعض المؤسسات في دولة من الدول وأتت إلى طلبتنا لكي تعنى بهم بشكل من الجودة ترفع من قدراتهم الإعلامية مثلا وكذلك بالنسبة للحقوق وكذلك بالنسبة للأقتصاد وسنتحدث عن هذا الموضوع دكتورة خلينا نخصص أكثر ما هي الشريحة من الطلاب التي تقصد التعليم المفتوح هلا كما نعلم عندما يعني بداية بداية التعليم المفتوح عندما يعني أحدث هذا البرنامج طبعا على هذا النظام موازي للتعليم النظامي حيثا نحن أخذنا بعض الخبرات من الدول العالم التي قامت مثل هذا النظام فكان بالبداية حيثا فعلا هم الناس الذين كبار السن مثلا أو الفتيات الذين لم تستطع أن تلتحق بالعلم لأسباب ربما تكون اجتماعية أو أسباب اقتصادية ربما الشخص الذي كان اعتنى بأن يكون في وظيفهما في دور مهني معين في المجتمع ولم يستطيع أن يواكب دراسته هؤلاء الشرائح هم اللي كانوا الأهم اللي ممكن نقول أنه استفادوا لكن الآن لا أستطيع أن أقول فقط هذه الشرائح كما تحدثت هناك شريحة من الشباب تماما ومن الناس من الطلباء الذين لم تسنحنهم الفرصة في الدخول ببعض يعني حسب العلامات جاءوا إلى برامج تعليم مفتوخ وهم عندهم دافعية حتى في مداولتنا نحن دائما يعني نكون معهم في الميدان ونواكبهم في نجاحاتهم في أحيانا بعض المشكلات بالنسبة للطلابي فنجد أنهم لديهم قدرات أكثر حتى من المرادفين أو الزملاء لهم في البرامج التعليم النظامي وسنتحدث كذلك هلأ في يعني صدق دكتورة حكيتي قبل شوي أنه المعدلات تقريبا صارت مثل معدلات التعليم النظامي طلاب اللي بيكونوا حاصلين على الثانوية العامة في نفس العام اللي بتصدر في المفاضلة عم بيقولوا أنه معدلات التعليم مفتوح صارت عالية جدا علينا ما سبب رفع المعدلات بشكل عام؟ هلأ هناك سياسة أنه استيعاب أولا سياسة الاستيعاب نحن نقرر كجامعة كمؤسسة حكومية أنه كم عدد الطلاب الذين نستطيعهم نريدهم في التعليم بأشكاله المتنوعة باختصاصاته المتنوعة كم عدد الطلاب نحن أمام هذه السياسة نجد بالمؤسسة مثلا نحن نريد 500 طالب في كلية الحقوق هناك أكثر حسب كمان سوق العمل لذلك هذا الموضوع حقيقة هو الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر في مفاضلة الطلاب ونعلم نحن أن دائما المفاضلة عم بتكون علامات جدا عالية للاختصاصات المختلفة الموجودة عندنا اللي هي حقيقة عملنا دراسة واستطلاعية لهالموضوع هي الدافعية عند الطالب أولا لنيل شهادة من نظام التعليم المفتوح لأن تماما كالتعليم النظامي إذا لم تكن أفضل وهذا ما وجدنا وتحدثت الآن عنه أن خريجينا وصلوا للدراسات العليا وصلوا لمراكز قيادية وصلوا لأماكن مهنية هامة جدا ولديهم القدرة على الإدارة مثل الخريجين تعليم النظامي إذا لم نقل أكثر أنا أتحدث عن فترة على الأقل عشر سنوات سبقت ونحن الآن بها ونتابع إن شاء الله دكتورة هل أعداد الطلاب الموجودين في التعليم المفتوح كبيرة وهل هناك نية لزيادة الأعداد؟ كما تحدثت نحن لا نريد بطالة العلم نحن نريد قيمة العلم ونبحث في جودة العلم وتميز الخريج ومتابعة الخريج وهذه معايير جودة نعمل عليها تعمل عليها كل مؤسسات تربوية في العالم وجامع دمشق أول من أخذ امتياز وتعلمون به امتياز بالكليات الطبية من اعتمادية عالمية ونحن نعمل بكل الاختصاصات وبشقية تعليم سواء كان نظامي أو مفتوح حسب البرامج المفتتحة لدينا نعمل على معايير الجودة يعني معايير جودة كيف يمكن أن نصممها؟ معايير جودة تأتي أولاً بنوعية الطالب الذي يأتي هل هناك فعلاً عنده رغبة؟ ونحن وجدنا في دراستنا أنه عنده رغبة طالب لما يأتي بمحصل عالي جداً تعليمي ويمكن له أن يذهب إلى مكان آخر ويختار برامج من برامج نظام التعليم المفتوح إذا هذا الطالب الواعي لم يجد أنه لبرنامج التعليم المفتوح باختصاصاته المتنوعة مكان في سوق العمل وهو شاب في العشرين أو تمنتعش لأنه الآن نحن غيرت وذارة التعليم العالي في أنه أصبحنا نستقبل حتى الطالب المتخرج فوراً كنا لا نستقبل إلا ما مضى عليه سنتين على تخرجه لطالب البكالوريا لكن الآن نستقبل منذ عام نحن يعني نحن دخلنا في عامين الآن لاستقبال الطلاب الجدد وهم يعني تعلمون أنهم شريحة ما شاء الله عليهم يعني إلى حد ما يعلمون ماذا يريدون من خلال يعني مقوماتهم ومؤهلاتهم ويأتون إلينا وهناك فايد من الطلاب الذين لم نقبلهم بالمفاضلة ولديهم علامات عالية لكن اكتفينا مع القسم يعني الذي يقوم بعملية المفاضلة وهي عملية تعلمون يعني تخضع كما يقولون للأعلى 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 حسب الدراسة اللي نحن طلبناها في أنه لدينا مثلا في بعض البرامج لدينا نريد خمسمائة طالب فقط وهذه سياسية لن أتحدث كيف لكن لكي يكسب هذا المؤهل الشخص المؤهل والذي سيتدرب ويتعلم ويأخذ دي ذالشة هذه لكي يكون له في سوق العمل نحن نربط مع سوق العمل بالاختصاص الذي نعطيه للطالب دكتورة هل هناك نية لفتتاح أقسام جديدة؟ بما أنك عم تقولي أنه حتى الطلاب المتفوقين صار التعليم المفتوح مقصد لإلون هو معد ملجأ للطلاب اللي متسعفون علاماتهم؟ لا أبدا 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 بالنسبة كما تحدثت بإذن الله سوريا بكل مؤسساتها تسعى إلى التجديد إلى العمل نحو التجديد ونحو التطوير وهذا يعني كما يقولون يعني قيد أخلاقي ودين في رقبتنا لكي نستطيع أن نكون كل الولاء لسوريا الوطن فنحن نهتم بأبنائنا وإستثمار رأس المال البشري هو ما يمكن أن نسعى فيه بالتطوير فأكيد نحن نقوم بمثل هذه الدراسات وقمنا يمكن أن أصرح بأنه لدينا ما شاء الله ما يقارب منذ ثلاث سنوات ونحن نعمل على افتتاح برنامج الخدمة الاجتماعية التابع لكلية الآداب بالتعاون مع قسم الفلسفة وكلية التربية بما لديها من مختصين لكي نستطيع أن نخدم به المراكز الطبية التأهيلية العلاجية التي تعنى بكبار السن والتي تعنى بالطفولة التي يمكن أن يكون لديها الكثير من الأمور الاستطبابية الإسعافية فبرنامج الخدمة الاجتماعية ممكن أن يقوم بهذا الموضوع كذلك لدينا برنامج أرشفة المعلومات أرشفة المعلومات ما هو كذلك يتبع أو ستكون له الخصوصية حقيقة في موضوع أنه يتبع لكلية الآداب حقيقة قريب من المكتبات هو الذي يختصر لنا كما يقولون يختصر لنا الأرشفة والمعلومات بطريقة التوثيق المادي والحقيقي للواقع الذي نقوم به وهو ما تقوم به الدول المتطورة عالميا فنحن نستقي التجارب الناجحة في دول العالم وكذلك نستعين ببعض الدول الشقيقة التي قامت لديها مثل هذه البرامج حيثاً وأخذنا من تجربة ومن المواد العلمية التي ترحت ضمن البرامج المفتتحة مثل هذه البرامج وسيكون لها نحن لا نقوم بوضع فكرة لكي نستطيع أن نضع برنامج جديد إذا لم يكن له بسوق العمل مجال وهذا مطلب حقيقي وحيوي في مؤسساتنا في الجمهورية العربية السورية لذلك كما تحدثت برنامج جديد وسيكون له طلبة سيعد بشكل جيد من معايير جودة هناك من الاختصاصين العرب السوريين الذين سيعنون بهذا الموضوع وسيكونون هم من يقومون بتدريس طلبة التعليم البرامج في نظام التعليم المفتوح كذلك لدينا في مجال تحدثنا عن أرشفات المعلومات والخدمة الاجتماعية كذلك نحن نحاول لدينا فكرة كذلك بالنسبة لدور الأخصائي الاجتماعي الذي يقوم ليس فقط بالخدمة الاجتماعية الأخصائي الاجتماعي الذي هو جزء من فريق عمل في المؤسسات الطبية في المؤسسات الاجتماعية دكتورة خيرنا نتابع وبدون تعميم دكتورة جل الطلاب جلهم مرتبط بالكلية عن طريق المكتب الموجودة والتي تؤمن المحاضرات متى سيكون للجامعة دور حاسم في عودة الطالب للأستاذ والمحاضرة والقاعة؟ ها ها حلو كتير السؤال والله أولا يعني أنا بدي حاور الطالب اللي أنا بلتقي فيه دائما أنا نائب رئي الجامعة لكن دائما موجودة مع طلابي على الأقل ليست فقط في مكان اللي أنا بشغل يعني مخصصة متخصصة في قسم الإرشاد نفسي والعلاج النفسي في كلية التربية وإنما طلابي في برامج التعليم المفتوح دائما معهم طيب هناك مشكلة حقيقية لدينا بأنه الطالب أكثر الأحيان الطالب ربما يريد أن يعني الأسهل الأرياح اللي بيساعده أنه الوقت يصرفه ربما في أشياء أخرى لكن الكثير كذلك يعني هو متساوي هناك أشخاص يريدون أن يتسيبون في هذا الموضوع ويأخذون ما يريدون من المكتبات التي تقوم بانتحال شخصية الكلية وسرقة المحاضرات هناك شخص يأخذ يكتب المحاضرات مع المكتبة هو شخص نشيط يبدو يحضر للأستاذ يكتب المحاضرات كلها وينقلها للمكتبة والمكتبة تقوم بتوزيع هذه المحاضرات أنها مع الأسئلة طبعا هناك أسئلة كذلك وخاصة بالنسبة للأتمة يقوم توزيعها أنه هي مثل الفيدباك أو التغذية الراجعة بالنسبة للطالب في هذا الاختصاص كيف يمكن أن أشهد؟ أولا المدرس الكفؤ الذي يقوم بتفاعلية مع الطالب وهذا الذي نقوم به اليوم نحن في كل اللقاءات نحن نطلق على المحاضرة التي نقوم بها في برامج تعليم الفتوح اسم لقاء هذا المعتاد لكنها هي محاضرة فيها تفاعل تفاعلية فيها ديناميكية فيها أسئلة فيها تبادل المعلومات بين الطالب والأستاذ وهذا حال محاضرات الآن في 2024 لم تعود هناك محاضرة تسمى تلقيني أساسا إذا علمنا نحن رئيس الجامعة أن هناك من الأساس يقوم بتلقين فقط وبنشر الذعر لدى الطلاب سنقوم بعقاب الأستاذ تماما لأنه نحن اليوم نحاضر أو نتفاعل مع الطالب التدريس لم يصبح لم يكن ولن يصبح تلقيني فقط يعني أنا أقف أمام الطلاب وفقط أعطي بعض المعلومات واللي أعرف عرف واللي فهم فهم إذا في أسئلة أعطوني أحيانا ما بعرف هناك فوضى تكون ولا يكون تفاعل طبعا هذا أنا أقول أنا كأختصاصية نفسية أقول أن المؤثر أو المحور الأساسي هو الأستاذ كيف يمكن أن يقوم بعملية تفاعل مع الطلاب لكي ينشر الحركة لكي ينشر التعاون لينشر العصف الزهني مع الطلاب لنستطيع أن نستقي منهم ما لديهم ونعطي المعلومات العلمية الصادقة بكل محبة وشفافية هذا إذن يعني بداية مع الأستاذ كذلك نتمنى أن يكون هناك تعاون وتسامح ومحبة بين الطلاب وبين المؤسسة التي تعتني بهم والبداية تكون في الكلية حيثه في الأقسام كمان ما أخذ على الأقسام ما أخذ على رئاسة الكلية كيف يمكن أن تجلب الطلاب لكي يكونوا تحت كنفة برعاية علمية وليس بأساليب أخرى ثلاثة نحن نعمل في سوريا الوطن الجميل والمظلة التي تنشر العلم والثقافة والآداب والفنون لكل دول العالم بخريجينا تحت مظلة كما تحدثت جامعات القطر وخاصة جامعة دمشق بمعايير جودة نعمل عليها من حيث يعني كما تحدثت زيادة كفاءة الأستاذ هناك نعمل عليها ربما منها الكفاءة يتحلى بها الأستاذ بوضع اقتصادي جيد بإثراءه في كما تحدثت رعاية علمية من خلال الجامعة يعني ليس مهمة في بعض الاقتصاصات أنه يذهب الأستاذ لحتى يزيد معرفته وعلمه أنه يدفع هو ولا أنه ينشر ثقافة ممكن عن طريق الجامعة دورات نحن نقوم بها لكي يستطيع أن يعين ذاته وإعطاء معلومات حقيقة وصحيحة وحديثة معرفة حديثة وهذا ما قامت به رئاسة الجامعة طلبنا طلبت حقيقة منذ ثلاث سنوات بتعديل الخطة الدرسية للطلاب لأنه هناك مآخذ كتير على الخطة الدرسية أتت من خلال علاقتي مع الطلاب وتواجدي معهم الميداني هناك بعض في كل البرامج حقيقة لكن الإعلام أكتر كلية لم يطلب الطلاب لأنه كانوا أساتستهم عم بيواكبوا حيطهم معهم يبدو المادة العلمية الإعلامية بطريقة جيدة ونحن نتابع أنه يكونوا في أماكن تدريب مهني لائق لهم وهم كل الخرجية حيطة أمدي لكم ببرامج تعليم المفتوح مو بس جيدين فوق جيدين وعندي كتير خرجين من برامج تعليم المفتوح هنا نستلمون مؤسسات سواء في سوريا وفي سوريا كثير منهم وفي الخارج لكن في سوريا وهم جديرون بأن يكونوا بإدارات قوية هاي واحد اتنين كما تحدثت أنه لازم يكون في عنا يعني كيف يدي أكسبوا للطالب من خلال الأستاذ من خلال الكلية من خلال نحن كما تحدثت أنه نحن نقوم الآن برئاسة الجامعة كما تحدثت بالقيام بتجويد العملية التعليمية حقيقة دائما بكل الاختصاصات يعني حتى مثلا بالحقوق هناك محكمة افتراضية ممكن يشتغلوا فيها الطلاب للتعليم النظامي دكتور لأنه أغلب طلاب التعليم المفتوح بس لكن تعليم المفتوح بيفتقروا للتدريب العملي دكتور بيرتقوا حضرتك شو عبد عم قلت لك طلاب التعليم المفتوح عموما دكتور حتى الكل يعني بيفتقروا للتدريب العملي طلاب الأعلى بكل الكلية طبعا بكليةك دكتور وهذا الموضوع طلبنا لكن نحن مرينا في فترة معينة يمكن كان بدنا التدريب العملية والتربية العملية أنه يمكن أن تقام كمحاكات للنموذج نحن عم نعلمه اللي هو شو هو التعليم المصغر يعني نحن منعطي ببيئة مشابهة للبيئة اللي بده يصفية اللي بده يروحها عليها لحتى يتعلم الطالب اللي رح يكون معلم أو مدرس أو نحن عمنا كمان تأهيل التربية وفي كلية التربية فبالتالي مختص في كل أنواع العلوم لازم يكون في بيئة كأنه في بيئة نموذج بتحاكي الواقع عندما يذهب إلى الواقع هذا مطلوب من الكليات المعنية نحن إمكانيات عم تقدم رئاسة الجامعة ليش الكليات المعنية من العميد والوكلاء ما هنن يساعدوا على يعني هل هل نموذج هذا يحاكي الواقع بشكل فعلي فيه إمكانيات ربما تكون لوجستية مادية ما عليش نحن عاطينهم أنه يساعدوا طلابنا لكن ممكن تقول لي هلأ أنه ليش ما يروحوا التعليم المفتوح للمدارس حقيقي تمام أنه التعليم النظامي يرجع لأنه بفترة نحن موهز فترة كانت يعني شي كورونا يعني مرينا بمتاعب شوي حيثا هلأ إن شاء الله عم ناخد مفقات اتفاق مع وزارة التربية في أنه كمان يدرج تحت يعني تدريب العملي تربية العملية تقام في في مدارس ويخصص للطلاب تعليم المفتوح هذا قريبا دكتورة إن شاء الله طلبنا أنا كنت ومبنى كلية الأعلام مبنى كلية الأعلام لقسم الأعلام دكتورة هذا كمان إن شاء الله رح يكون في القريب إن شاء الله العاجل وإن شاء الله يعني حتى المبنى اللي هو لازم يرجع لكلية الأعلام لأنه المتدربين سواء كانوا نظامي ولا واتفقنا مع سيادة الوزير وإن شاء الله يكون الأمور طيبة دكتورة لماذا يتم تحويل كثير من المواد من الأتمة إلى إلى الطريقة التقليدية أو التحريرية طيب شو المشكلة إنه الطالت بيجي بيقول لك يا الله حولوا لي المادة إلى تقليدي أنا هيك ما بنجح مين قال لك أحيانا كثير نحن نختبر في الاختبارات العالمية هناك ما يسمى إسقاطي ما معنى إسقاطي اختبار إسقاطي يعني نحن نستخدمهم على الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يعبروا جيدا ربما في أماكن لكي نستطيع أن نقدر تحصيلهم العلمي وتحصيلهم رح أقول جيد فلذلك يكون التقليدي هو المثمر في هالمادة العلمية ونحن لا نأتي كرئاسة جامعة ونجبر الطلبة على هذا النوع هناك طلبنا من الأساتذة دراسة كل مادة عندما يتم تحويلها لأنه عندما يتم تحويلها هناك وقت لكي تندرج في التحويل يعني مثلا إذا كانت مأتمة تحول إلى تقليدي لدينا عام كامل حتى يصبح هذا هالمادة هي تحول إلى تقليدي يعني نصبر نحن على الطلاب نعطيهم فرصة لإعادة النظر هن في المادة والأسازة كذلك لأنه الأسازة نحن ما إجينا حولناها بس برئاسة الجامعة جبرناهم لا لا هناك لجان نحن عم نمشي عالميا ما عم نمشي إنه والله تسلط إنه نحن إنه هاي المادة لأنا بدي حول بدي تعبك مشان تصلح ربما أعداد هائلة من الطلاب يعني كمان أنا عندي مشكلات الأستاذ وأداءه لمهن لشغله طب مو أريح الأتمتة دكتورة طيب إذا الأتمتة لا تعطيني ثمار تحصيل العلمي للطالب كيف يدي قيمه للطالب وقول عن جودة خريجي فهون في لجانب تقعد يعني الأستاذ أولا أستاذ المادة هو اللي بيقدر فبيقدم مبررات ليش بدي تتحول طبعا بدي يستقي كمان من طلابه في طلاب أنا لما بروح بجولات في طلاب هني انطلبوا مني بكلية الاقتصاد ببرنامج المحاسبة لو سمحتي حولي لناياها إلى تقليدي طبعا مثل مادة المراسلات هاي طبعا يعني في بعض المواد وأنا بعرف الاختصاص يعني صاحبي الاختصاص هني بيقرروا هالشي مو هي فرض على الطالب أو اتعابه للطالب أبدا نحن بدنا جودة استثمارك لتكون بأفضل نوعية من المعرفة والعلم بهالاختصاص هدا واللي بيقرروا الاستاذ مع اللجان اللي هي توضع لحتى يكون فيه نجاح ومثل ما هون فيه نجاحات مرات الأتمته عم تعمل لهم مشاكل وعم تعمل لهم كمان عم يكونوا فقيرين علميا طب انت بدك انت تكون أحسن ولا لا المفروض الطالب يكون بده يكون أحسن طبعا بده يكون أحسن تمام دكتورة لماذا لا يتم التوسع في موضوع الدراسات العليا لطلاب التعليم المفتوح من قال هذا هناك بس فقط بيقولك مقعدين فقط للتعليم المفتوح وعلى بكلية التربية في دبلوم التأهيل التربوية متاح متاح أما باقي الأقسام لا هلا أولا بالنسبة كذلك لكل أنظمة الدراسات العليا في العالم نعرف نحنا ما بناخد طالب أو من أيامنا نحنا من 40 30 يعني في كل دول العالم ما بياخد دراسات العليا لا تتاح لكل شخص راغب اجتهد ستلاقي نتيجة يعني إذا بدك تروح دراسات العليا يجب أن تكون أنت بجتهد منذ البداية أو اجتهد بالسنة الثالثة والرابعة أو الخامسة اللي بدك ياها لتزيد من معدلك لتزيد من قيمة تحصيلك لتزيد من النتائج اللي ممكن تخليك تمفرز مع النسبة اللي هي توضع ربما صح كانت النسبة 5% للتعليم المفتوح أنه يكونوا بمجال الدراسات العليا وفي ناجحين يعني نحن لا نجد أنه هذا النسبة قليلة لكن هي فعلا صارت لأنه راحت ل يعني بين قوسين كمان مع أشخاص هم محتاجين مثلا الجرحة وزوي الجرحة إيه لما هون عليك فالنسبة شوي قليت لكن نحن منقول بس للطلاب أنه منتمنى منكم طيب أنتو تكونوا أكثر جدية ونشاط ونحن رح نقلكن وعلم لحتى تنالوا فعلا أو توصلوا له لها الدرجة عن طريق دراستكن أنتو معلش يكون أنتو معدلاتكن أعلى لأن كل دول العالم هيك وأنتو معنكم مصدومين لكن رح أقلكن أنه ممكن نرجع النسبة وهي رفعناها لمجلس تعليم العالي أنه نرجع النسبة إلى سابق اللي كانت مشان تكون الفرص عندكم إن شاء الله أكبر إن شاء الله دكتورة في دكتورة بكل عام في قرار عند التسجيل غريب جدا بينزل للطلاب السنة الماضية قرار شراء الكتب هالسنة تبرع بالدم هل هناك قرار جديد في العام القادم ومن يضع هذه القرارات يعني نحن نعرف أنه التبرع بالدم بيكون بالسنة الرابعة فقط كان يعني أنا خريش قديم هلأ أولى ثانية ثالثة رابعة شو السبب بهي القرارات هلأ أحيانا بتعرف نحن وزارات بالنهاية نحن نتبع للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكيد في سياسة معينة بين الوزارات للتعاون يعني أكيد لو ما كان في شي لن أزم ولن أتحدث يعني حتى لكن بدي أقول أنه نحن كفريق عمل موجود في الجمهورية العربية السورية في كل مراكزنا وكل إداراتنا بدنا نساعد أنه نرمم جروح ونضمد فهذا الشي أكيد بيتوزع على كل الوزارات وعلى كل الأشخاص وكل الناس الموجودين ونحن جنود لهذا الوطن فإذا كان هو السبب هيك بعتقد ما لازم نحن نحكي شي وبعدين تبرع بالدم كتير مهم للإنسان كل سنة أنه يتبرع له مرة ومرتين له صغير ولكبير كتير مهم صحيا ما رح أقول أكثر من هيك هو يعمل إرباك دكتورة هو يعمل إرباك الصراحة أنا يعني كنت عم نزلت على الجامعة وشفت لحظة ازدحام كبيرة كتير عند الطلاب بيوصلوا على شباك رجع ما معك لا إعفاء ولا معك وثيق التبرع وفي كتير طلاب ما كانت دار يعني هاي للأسف وموظف واحد صحيح معك حق هاي أنا بحكي فيها معك حق تماما موضوع أنه دائما نحن الأمور اللي ما رح أقول قانونية لكن ممكن أقول أنه الأمور التنفيذية اللي نحن منطلبها تعميمات معينة أشياء معينة منطلبها الطالب ما بيعرف الطالب أو حتى أحيانا الموظف ما بيعرفي ترجم هي ما بدي ترجمي لكن لازم ميني عرف بهالموضوع اللي طلع مثلا من مكان معين أنه ترجمته كذا وكذا يعني بيجي بفاجئوك أو بفاجئو الطالب بأنه أنت هلأ رح مو تنفصل رح نقول أنه عندك مشكلة معينة لازم أنت يكون عندك كذا وكذا طب هذا والله أنا بقول لك بعض الموظفين ربما الخطأ من ترجمة بعض التعميمات اللي بتكون في مؤسساتنا من أنه يترجمها لموظف ويوصلها للمعني فيها أو اللي هو رح تأثر عليه قبل وقت وهذا الشيء منشوفه حيث صح أيام التسجيل وقت اللي منروح على المصرف نحنا بالنسبة لبرامج تعليم مفتوح مع ذلك نحنا منحاول أنه نسهل عليهم هالأمور هاي وأنا بقول التسجيل بيكون بداية بتعريفهم بهالشي في وسائل معينة حتى وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نزل على الموقع ممكن نعرفهم قبل الوقوع باللحظة نفسة أنه عندي هالإشكالية هاي ليش صارت هالإشكالية لكن نحنا في تعاون مع الوزارات كلها وهذا الشيء الطبيعي نكون في وطن واحد فبدنا نشتغل مع بعض دكتورة عماداء بعض الكليات قالوا أنه وجود التعليم المفتوح في كلياتهم هو بطالة مقنعة شو رأيك بهذا الكلام هلا أنا رأي بالبطالة المقنعة أنه كنتوا تسألوا لللي أطلق مثل هذا الحكم على برامج تعليم مفتوح خريجيها هم القياديين في مؤسساتنا حقيقة ونظام يعني معنى به من وزار التعليم العالي ورح إليك أكتر من هيك أنه نحنا يعني استثمارنا بنظام التعليم المفتوح ليس فقط من الخريجين وإنما في إدارتنا للجامعة هو يعني الحاضن الأساسي لكل الأمور في الجامعة إذا بدي إلك آه تمام فيعني وأكثر الأحيان مكافآتنا وأمورنا عم تكون من هل النظام الحيوي واللي هو سباق في مجتمعنا لحتى يكون في عنا لسه أكتر وأكتر إن شاء الله ونجاحات أكبر له هو ناجح مية بالمية ليست هناك من بطالة لأنه كما تحدثت بالتجربة الحية والواقعية عم بيكونوا الخريجين عنا عم بيوازوا وإزامانهم أفضل في بعض الكليات من التعليم الخريجي التعليم النظامي لأنه حيثا أسازتنا كمان نحن بنعتني كتير فيهم لحتى نكلفوا بالتدريس لدينا هناك أسس حاطينا ومعايير لحتى يجي يدرس عننا فاللي تحدث بهذا المنطق أنا بقول لك أنه يرجع يراجح حاله شو معنا البطالة المقنة وما هي برامج تعليم مفتوح أكيد ما بيعرفها أبدا أبدا بالأسف دكتورة بما أنه البعض بيفكر أنه أو حاطت بباله أنه هو يعبق التعليم المفتوح عليه هل هناك خطة لإفتتاح أبنية مخصصة فقط للتعليم المفتوح هلأ ليست من أبنية لأنه يعني هذا الكلام ربما يكون كتير صعب لكن لدينا من الأمور الخاصة بتتبع لجامع دمشق ممكن أن يكون التوسع لإنشاء يعني كليات جديدة قد تكون لكن تعتني ببرامج أخرى لأنه نحن بالبرامج تعليم المفتوح عندما أحدثت نفسه البرامج سياسة للتعليم المفتوح يعني بنفس الكلية في عنا أماكن كبيرة وكتيرة وهناك الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه الأمور فما عنا أي عبء لحتى يعني نحن نبني على خطأ فهو خطأ فليش بدنا نعمله حق مكتسب للخطأ هذا خطأ بالقانون غلط لأنه نحن طلابنا إلن أماكن بكل الكليات نحن مفتتحينا حتى عندما نقول سنحدث إحداث قمنا بما يسمى إحداث برامج جديدة عندما نفتتحها أكيد رح تكون كل الأمور جاهزة من الطلاب نوعية الطلاب الجودة اللي فيها المدرسين الجودة للقاءات اللي رح تكون فهذا لحكي خطأ فلذلك نحن يعني ممعقول يكون التجربة 23 سنة أو 24 سنة وكما تحدثت خبراء عم بيتخرجوا من برامج تعليم المفتوح وهنا مسلمين مهام قيادية في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى وحتى يعني أنا ما بلحق يعني كتير من الأحيان صحة المعلومات اللي جايتني من ماليزيا جايتني من دول الشقيقة في دول الخليج ولا في مصر ولا في لبنان ولا في الأردن أنه صحيح هذا الطالب هو عن طريق طبعا الخارجية أنه هو خريج تعليم مفتوح فنحن منصادق على هالمعلومات بعد ما بنرجع على سجلاتنا فأكيد هالناس كلهم هدوني ما في خطأ بإعدادهم فلذلك أنا ما بقدر ابني على خطأ بشي ما يكون مكتسب دكتورة أنا بعرف وكتير من الطلاب بيعرفوا أنه أنتوا ما دخلكم بيرفع أسعار المقرارات ولكن الطلاب عم بيطلبوا أنه تقترحوا يتم تخفيض أسعار المقرارات عم بيقولوا المقرارات وخاصة للي بنزل عدد كبير من المواد صارت رسومة وتكاليفة عليه عليه يعني واحد مثلا بنزل 8 مواد و8 راسب فيهم هدولي 160 ألف ليرة صاروا وهن الرقم دكتورة هلا معك حق بس بدي أقول لك بالأول أنه أولا الطالب ليش عم يرسب طالب ليش ما بيحاول أنه ينجح فبيضل بالمعقول جدا جدا بالنسبة لليوم ومتطلبات في ظروف قاهرة ممكن دكتورة يعني طيب ظروف قاهرة فهمتها للطلاب بس يجي طالب ضمن ظروف القاهرة أنه عملولي على مآسي أنا شوي صعب في عنا حشد عام وهو نحنا بمنطلق أنه الأغلبية بيناسب هي كل ما بيناسب تمام لكن ما بيقدر فصل لك الشخص ونحنا عم نشوف هلا نحنا جهة منفزة بالنسبة لرسوم تسجيل الطلاب وليست رفع الأسعار هي معنى سعر هي رسوم تسجيل تدفع للتعلم فبالتالي بدك تدفعها وين ما كنت وهي قليلة جدا بالنسبة لغير جامعات أو غير أنظمة رح نقول لكن إنه بدنا إياها مجاني هي معنى مجاني هي هناك رسوم بسيطة جدا جدا لكن عندما تكون مستنفذ أو عندما تكون راسب ربما ترفع عليك القيمة وهون أنت عم تشوف أنه راسب وكمان دي أدفع غالي والله صعبة ما هك حق بس أنا بقول لك طيب اجتهد وشوف الأمور الصحيحة لحتى تسلك إنه إن شاء الله تكون ناجح ونحن بنفتخر فيك وبنتمنى أنه تتخرج بسرعة لحتى تلاقي مكانك بالقيادة المهنية اللي عم يتخرجوا منها طلابنا دكتورة بشفافية أنت أعلى مسؤول عن شؤون التعليم المفتوح بصدق ما هي مشكلات التعليم المفتوح التي بحاجة لحل هلأ كمشكلات كما تحدثت إنه علمية حيث أن هاي من حلة في بيتنا نحن الداخلي شؤون طلابية من حلة ربما عندي أحيانا بس ما عندي مشكلات حيثا مع الطلاب أبدا قليل جدا 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 وهون ما بقدر إحكي عن حالات خاصة يعني بتخلق لك مشكلة مثلا مع طالبة يعني مشكلة قد تكون أحيانا مادية قد تكون أحيانا شخصية قد تكون هاي بعض المشكلات اللي أنا بقول فيها أنه ما عم يعرفوا الطلاب وين يتجوا طيب أنا دائما لما بروح جولات وبلتقي فيكم أيام الجمعة والسبب بتحدث معكم أنه هناك من يستطيع أنتوا لستم ضائعون في الهواء مباثرون أنتم لكم موجود ولكم هيئات تعبر عنكم وعن صوتكم وشو بتكون لازم تحكوا أنا بقل لكم أكثر الأحيان أفضحونا حكوه عنا بالفيسبوك حكوه عنا للهيئة الإدارية حكوه شو شو إشكالاتكم أو تعول عنا تعول عنا المبنى موجود في في المزة في عند دوار مشفى المواسات بتلاقوا هون مبنى التعليم مفتوح في عنا الأمين المساعد في عنا الطاقم كله بيقدر لكن أنتم من الكليات الموجودين فيها لما بيجي بتقدروا تحكوا زائد أنه أنتم في عندكم الهيئة الإدارية الطلابية بتقدروا تتواجدوا وتحكوا معا في عندكم الوكيل العلمي الموجود في الكلية يوم الجمعة والسبت بيشوفكم في عندكم رئيس الدائرة إذا ما شفتوا ولا واحد من هدون طيب تعالوا لعنا نحنا موجودين جمعة وسبت وأحد وتنين كل يوم كل يوم بتقدروا توصلونا ونحنا بتعرفوا وبعتقد أنه أنتم عتواصل بتعرفوا أنه أي شيء بيوصلنا منحله كما يليق بالطالب ونحنا معكم دائما كإدارة وكطاقم تدريسي معكم دائما ولنجاحكم نحنا بنشتغل شكرا كتير إليك الأستاذ الدكتورة رغداء عايسي نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم مفتوح كنت ضيفة برنامج شؤون طلاب لهذا الخميس شكرا لإلك شكرا لكم شكرا للاستضافة وبوجه للطلاب نظام التعليم مفتوح هلأ هنن على في عندهم أكيد امتحانات فبتمنى الهدوء بتمنى أنه أي مشكلة في حال ما شفتوني معكم وبجنبكم فورا توصلوا أي مشكلة ما تسكتوا على أي مشكلة أو خطأ عم بيصير بالامتحانات عن طريق الهيئة الإدارية عن طريق النائب العلمي في الكليات هو اللي بيكون بيلاقيكم دائما ما شفتوا تعالوا لعنا على مركز تعليم المفتوح في المزة مقابل دوار المشفى الموساط شكرا لكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر